وفي المكلة دشنا محافظ حضر موت مبخوت مبارك بن ماضي ووزير الدفاع فريق ركن محسن الدعري بمطار الريانة الجولي إعادة استهناف رحلة الريانة الغيضة يتي هذا الاستئناف عقب إعادة تأهيل مطار الغيضة بمحافظة المهرة بعد توقف دام لسنوات على إثر التعافي من آثار الحرب الحالية التي افتعلتها ميليشيا الحوث الانقلابية كان على متن الرحلة التي وصلت من مطار عدن الدولي وزير النقل الدكتور عبد السلام حميد ووزير النفط والمعاذن الدكتور سائد الشماسي ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد الكابتن صالح بن نهيدة ورئيس الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود ونائبه الكابتن محسن حيدرة ترجمة نانسي قنقر